إلى ذلك قالت فصائل المعارضة السورية المسلحة داخل حي جوبر بدمشق إن النظام الأسد استخدم غاز الكلور في هجومه على الحي مخلفا عددا من الإصابات وإلى جانب الهجوم بالغاز السام تعرض عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال لجروح بالغة جراء قصف لمقاتلات النظام حي جوبر هذا وتواصل قوات النظام وميليشيا حزب الله لبناني هجمتها على حي جوبر لليوم الخامس على التوالي بهدف فصله عن بلدات الغوطة الشرقية الخاضعة لقوات المعارضة وذلك بسيطرة على منطقة المتحلق الجنوبي من جهة جوبر